فيديو توضيحي يوضح للطلاب كيفية استخدام نظام الاختبارات الالكترونية للإجابة على الأسئلة يقوم الطالب بالدخول على البوابة الالكترونية للطلاب مايو ثم يقوم بالضغط على جدول الاختبارات ليظهر قائمة الاختبارات المتاحة ويقوم الطالب بالضغط على بوابة الاختبارات ليقوم بفتح الاختبار داخل القاعة يظهر على الشاشة الاختبارات الموجهة للطالب لأدائها يقوم الطالب بالدخول على الاختبار يجب قراءة تعليمات الاختبار جيدا والانتظار حتى أن يتم تفعيل زر التالي عند تفعيل زر التالي على الطالب اختيار التالي لتظهر الأسئلة المراد إجابتها مع تحديد الوقت المتبقي للاختبار لتوضيح الألوان الظاهرة على الشاشة اللون الرصاصي لم يتم رؤيته سؤال لم يتم رؤيته اللون الأحمر لم يتم الإجابة عليه اللون الأخضر الأسئلة التي تم إجابتها اللون المظلل وهو السؤال الذي سيتم المراجعة إليه مرة أخرى يقوم الطالب بالإجابة على الأسئلة يمكن للطالب تفريغ الخنات أو تخطي والتالي على أن يتم الرجوع إليه مرة أخرى للإجابة عليه أو الضغط على التالي بعد إتمام الإجابة يمكن للطالب تخطي والسابق برجوع إلى السؤال السابق أو تخطي والتالي أو التالي أو رجوع إلى السابق يتم الإجابة على كافة الأسئلة أو التنقل بين الأسئلة التي تم إجابتها سابقا أو تخطي السؤال الحالي والرجوع إلى باقي الأسئلة الخاصة بالاختبار يجب على الطالب التأكد من الإجابة على جافة الأسئلة لتفعيل زر مظلل يجب على الطالب اختيار إجابة معينة على أن يتم الرجوع إلى هذا السؤال مرة أخرى كنوى من أنواع التأكيد يتم الضغط على الشاشة الصورة الموجودة على الشاشة ثم الضغط على التالي ليظهر شكل السؤال بمظلل يمكن للطالب الرجوع إليه مرة أخرى للتأكيد على الإجابة وحسف التضليل ثم الضغط على التالي على الطالب اتمام عملية الإجابة على كافة الأسئلة يجب على الطالب التأكد من إجابة جميع الأسئلة بعد الانتهام للإجابة على الأسئلة يظهر للطالب راجع إجاباتك الأسئلة التي لم يتم رؤيتها 0 لم يتم الإجابة عليها 1 فيمكن للطالب الرجوع إلى السؤال الذي لم يتم إجابته للإجابة عليه وباختيار السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه يتم إختيار الإجابة ثم الضغط على التالي يمكن للطالب مراجعة كافة الإجابات التي لم يتم مراجعتها بعد ثم الضغط على التالي بنهاية الأسئلة يمكن على الطالب إنهاء الإجابة بعد التأكد من صحة الإجابات ستظهر ثلاث رسائل للتأكيد أول رسالة هل تريد إنهاء الإختبار؟ يمكن للطالب اختيار مغادرة الإختبار أو اختيار إلغاء ليتم الرجوع إلى الإجابات مرة أخرى للتأكيد عليها ثم الضغط على مغادرة الإختبار الرسالة التأكيدية الثانية تم حفظ الإجابات وسيتم إنهاء الإختبار ومغادرة المرنامج هل أنت متأكد؟ يمكن للطالب الإلغاء أو مغادرة الإختبار بالتأكيد على الإنهاء الرسالة الثالثة الخاصة بالتأكيد هو تأكيد أنه لن تتمكن من الوصول للإمتحان بعد مغادرة الإمتحان هل أنت متأكد؟ سيتم مغادرة الإختبار بالتأكيد أو الإلغاء لرجوع إلى الأسئلة مرة أخرى للتأكد من الإجابات المدخلة وبالضغط على مغادرة الإختبار ستظهر نتيجة الإختبار إذا تم إتاحة هذا من خلال مشرف البرنامج أو مشرف الإختبار درجة الإختبار الكلية من عشرة درجة الطالب وعدد الأسئلة عدد الأسئلة الصحيحة وعدد الأسئلة الخطئة بعد الانتهاء يتم الضغط على خروج أو انتهاء المدة الزمنية المحددة على الشاشة نشكركم على حسن المتابعة مع تحيات مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة